مع كل ما ذكرته يا دكتور لسه في ناس بتشكك في الدور المصري للأسف يعني الدور المصري كان واضح منذ بداية هذا التصايد وهذا الصراع الأخير من يوم 7 أكتوبر رأي رئيس كان واضح جدا في ضرورة وقف العنف حماية طبعا للمدنيين وزي ما شفنا ونستكمل الدور المصري من خلال زيارة المسؤولين لمصري للتنسيق معها أو خروج رئيس للقاء بعض المسؤولين برضو للتنسيق بشأن هذه الأحداث الأخيرة حتى نهاية المطاف بالأمس طبعا القرار الأخير في الجماعة العامة الأمم المتحدة اللي كان بأغلبية ده برضو جزء كبير جدا من الدور المصري يعني أي حد يشكك في الدور المصري ما هو إلا حاقد على دور الدولة المصرية بشكل واضح لأن الدولة المصرية لا أحد يستطيع أن يزايد على دورها في دعم القدير الفلسطيني يعني خمس اعتداءات على قطاع غزة بشكل واضح منذ تولي الرئيس السيسي يعني احنا بنتحدث عن أول اعتداءات كان في عام 2014 وبعد تولي الرئيس السيسي الحكم بثلاثة شهر فقط كان فيه اعتداء قوي جدا استمر لمدة 51 يوم مين اللي وقف الحرب في هذه المعرقة الشرسة واللي سقط فيها الكثير من الوضع كان عندنا عامل ازاي في التوقيت ده وكان الوضع زيما حضرتك بتقول برافو على سيادة عبد محمد لأن دو نقطة مهمة جدا الأوضاع وصد جمانة في التوقيت ده كانت غير مستقرة وكنا بنعاني بشكل كبير جدا في ظل حالة استهداف كبيرة جدا للدولة المصرية في هذا التوقيت ولكن الدولة المصرية كانت بتولي اهتمام كبير جدا للقضايا الفلسطينية ولولا المفاوض المصري في هذا التوقيت الجيد والرشيد والحكيم كنا كد وصلنا إلى ما نشاهده الآن وأيضا في مارس 2019 واعتداءات متكررة أيضا وفي مايو 2021 ونتيجة لذلك نجحت مصر في وقف اطلاق النار وتثبيت وقف اطلاق النار إعادة إعمار غزة تقديم من حتى 500 مليون دولار بناء ثلاث مدن سكنية لتعويض من فقدت منازلهم كل ذلك فتح معبر رفح تقديم حوالي 3500 طن من السلع والمواد الغذائية وكل أنواع الخدمات والمستلزمات الطبية نحن نقول لذلك لازم المشاهد يعرف دائما وابدا دائما الدولة المصرية هي السند والدعم للقضية الفلسطينية حتى في الاعتداءات الأخيرة كان فيه اعتداء في 2022 واعتداءين في عام 2023 الاعتداءين في 2023 كان فيه مؤتمرين مهمين جدا شارقت فيهم الدولة المصرية وهو مؤتمر العقبة مؤتمر شرم الشيخ للعمل على خفض التصعيد قابل شهر رمضان لأنه كما يعلم القصر والداني أن إسرائيل بتتعمد التصعيد داخل قطاع غزة في الأعياد والمواسم الإسلامية وبالتالي مصر كانت بتسعى لكي لا تصل الأمور إلى هذه النقطة وإذا كان المجتمع الدولي مدرك للرؤية المصرية وللسردية المصرية ما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه الآن بكل تأكيد يا فاندي ممكن حتى بنتابع أنه ممكن في وقت من الأوقات في بعض الأطراف ممكن تقفز على أنها تكون أو تحاول أنها تبقى بمثابة حل أو داعم للقضايا الفلسطينية لكن في الآخر بيقول الأمر أن مصر بفعل هي يعني خلينا نقول هي زي بيقول رمانة ميزان العمل على هذه القضايا القضايا الفلسطينية بكل تأكيد في كل الأوقات يعني مهما حاول أي طرف القفز على هذه القضايا